بلومبرج الجنيه المصري يحتاج الى التراجع بنحو تلاتة وعشرين في المية عن قيمته طيب في خبر تاني انا حابب اعرضه على حضراتكو بخصوص حلقة النهاردة وهو ان نفس هذه الوكالة وكالة بلومبرج قررت تتعامل مع الاقتصاد المصري بشفافية واضحة بعد ما كانت طول الوقت بتقول ان الاقتصاد المصري يتنامى فجأة كده وبدون مقدمات قالوا الكلام ده بلومبرج الجنيه سيهبط الى عشرين فاصل خمسة مقابل الدولار الواحد نهاية العام الحالي طيب خبر زي ده مهم قوي لانه من مصدر تقيل زي بلومبرج وفي نفس الوقت مؤسسة كانت كتير جدا شايفة ان الاقتصاد المصري ماشي في طريق التنمية يعني مثلا الخبر ده لو كنا قرأناه على مثلا عادي حتى البي بي سي برضو عادي اما بلومبرج لأ هنا احنا محتاجين نقف واقفة مهمة جدا تعالوا كده مع بعض نستعرض نفس الوكالة دي اللي قالت الاخبار دي قالت ايه زمان عن الاقتصاد المصري وعلى الاقتصاد المصري يلا بينا شوف يا سيديو من اليوم السابع وكانت بلومبرج مصري من افضل دول العالم تعاملا مع الازمة والاقل تأثرا بتداعيات كورونا وتحتل المركز الخمسة وعشرين عالميا والثاني عربيا من بين تلاتة وخمسين دولة على مستوى العالم في تصنيف مرونة التعامل مع ازمة كوفيد تسعتاشر تمام طيب دي الاخبار ايه زي ما انت شايفين بص اللي بعديه بلومبرج مصر بين اقوى عشر اقتصادات نموا على مستوى العالم في عشرين عشرين بس كده لا عندنا تاني مصر تعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين اللي المستثمرين بيهربوا دلوقتي منها طيب عندنا كمان مصر الافضل في افريقيا لدى المستثمرين الاجانب خلال الفين وتسعتاشر في حاجة تانية يقول لك فايا كده اهو مصر بين اعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي برضو بلومبرج يا جماعة كمل يا باشا كده مع بلومبرج ونشوف كلامهم بص بقى اخر حاجة قال لك ايه الاضطرابات السياسية القادمة في مصر وتونس قد لا تتأخر طيب لما النهاردة بلومبرج تقول ان الدولار هيقصر حاجزي لعشرين جنيه يبقى لازم تصدق وده طبعا مش مجرد خبر ممكن يعد علينا كده ده له تداعيات خطيرة جدا احد اهم هذه التداعيات قالت عليه نفس الوكالة الخبر اللي انا نهيت لك بيء الحوار لو نرجعه تاني يا جماعة معلش اهو عشان كده ما تعمدت انهم ده بلومبرج الكبيرة دي بتقول ايه الاضطرابات السياسية القادمة في مصر وتونس قد لا تتأخر